الى ما دون العشرين مليار دولار انخفض معدل الدين العام الخارجي للعراق وسط مؤشرات على ان العام المقبل سيكون خاليا من الضائقات المالية بسبب ارتفاع اسعار النفط وتشير توقعات الحكومية الى تعاف تدريجي في الاقتصاد العراقي عقب الانكماش نتيجة جائحة كورونا يضاف الى ذلك زيادة النشاط غير النفطي الذي انتهجته سياسة الحكومة خلال الفترة الماضية اذ ان الاعتماد على النفط على مدى عقد ماض يمثل ما نسبته 85% من الموازنة العامة حاليا العراق ايضا يسعى من خلال برنامج التنويع الاقتصادي تشغيل ميناء الفاو، الربط الكهربائي، احياء المدن الصناعية، المدن التجارية الزراعة من خلال توفير المياه من خلال تركيا الى تنويع مصادر تزديد الديون سواء كانت الخارجية او الداخلية حاليا هناك فسحة مالية من الممكن ان تساهم في طمأنة الاستثمار الدولي فيما يتجاوز الدين الداخلي ثلاثة اضعاف الخارجي الذي يأتي في اطار مستحقات الشركات والمستثمرين والمنافع الاجتماعية وغيرها واثقل الموازنة الماضية تقلص الناتج المحلي الاجمالي للعراق الذي تجاوز 30% مما ادى الى انخفاض حاد في الانفاق العام والاستثمارات لكن تعديل حصة العراق في اوبك بزيادة انتاجه عزز من الوردات المالية في ظل ارتفاع الاسعار العالمية للنفط ارتفاع اسعار النفط سيحللنا كثير من المشاكل ربما ولن يقضي على عجز او يقلل نسبة العجز بالموازنة وهذه الظاهرة الجيدة النقطة الثانية سيخفف من الديون التي بذمة العراق الخارجية والتي صار تشكل ابع على العراق وهذا تحسن المناخ الاستثماري بالعراق يعني يقدم المستثمرون من دول عديدة على التوجه للعراق انه هناك سيولة نقدية هناك ضمانات لهذه المبالغ وفي حال تحقق هذه المسألة فانها وللمرة الاولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة الى الاقتراض الداخلي او الخارجي بحسب معنين بهذا الشأن عباس نعم العراقي الاخبارية بغداد